السيد الرئيس المحترم، السيدات السادة النواب محترمون تلكم هي مجمل منطلقات وتوجوات والهواجس والمضامين الاستراتيجية والقيم المرجعية كذلك التي ارتأينا تشديد عليها تعقيباً على تدخلاتكم وذلك حتى نضع مشروع قانون مالية سنة 2013 في نصابه الحقيقي وداخل سياقه السليم بما يتميز به من وضوح في هويته السياسية وانسجام في نموذجه التنموي الذي يروم تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات المكرو اقتصادية ولا يسعنا إلا التأكيد مرة أخرى أن الحكومة لا يمكنها إلا أن تلتزم تمام التزام بالمقاربة التشاركية مع المؤسسة الشريعية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في اعتماد الاختيارات الكبرى لبلادنا وتنزيل جميع مشاريع القوانين والإصلاحات الهيكلية الأساسية والقوانين التنظيمية والتي نحن مقبلون عليها ولا نفشي سرا هنا إذا أشرنا إلى أن بلادنا في خضم تحولات وتقلبات الضرفية الدولية والإقليمية في حاجة إلى جهود جميع مكونات المجتمع المغربي من حكومة وأغلبية ومعارضة ونقابات ومجتمع مدني من أجل تشكيل جبهة واحدة لمواجهة أي أزمة اقتصادية محدقة والحفاظ على نعمة الاستقرار المفتقد اليوم في العديد من دول الجوار من خلال إعلاء قيم تضامن والتماسك ورص صفوف وجعل صالح العام فوق كل اعتبار حتى نجتاز بسلام تداعية الأزمة ونواصلة تحت القيادة المتبصرة جاية الملك محمد السادس أيده الله دينامية البناء والإصلاح لتحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين إلى التنمية الشاملة والإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص وغيرها من مقومات الحياة الكريمة في إطار مشروعنا المجتمعي التضامني إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر